شاركت القوات الجوية الفرنسية لأول مرة في فعليات دورة القيادة التبتيكية التي عقدت بين الجانبين المصري والفرنسي على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية اجتملت الدورة على عقل محاضرات للتخطيط والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة بالإضافة إلى تنفيذ طلعات جوية مشتركة بهدف توحيد أسلوب التخطيط وتطوير التبتيكات الجوية وفق أحدث التطورات في علوم الطيران لتأهيل قائد مهمة قادر على قيادة تحالف لعدة جنسيات وطرزات طائرات مختلفة من خلال اتباع الأسس العلمية القتالية المتطورة لإنجاز المهام المكلف بها بكفاءة واقتدار وعلى هامش فعاليات دورة القيادة التبتيكية نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب الجوي المشترك أمون 23 واجتملت الدورة على عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وسقل المهارات والتنصيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أسليب القتال الجوي الحديث